وضع حزبه تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب العرقية السابق محمد حلبوسي شرطا واحدا للقبول بمبادرة لملمة البيت السنية القيادي في تقدم أكد أن قرار رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وموقفه واضح فهو مع أية مبادرة للملمة البيت السنية لكن بشروط أن تعطي استحقاق الأغلبية السنية للحزب ومبينا أن أية مبادرة تعمل على إقصاء الأغلبية السنية وتسلب الحقوق فهذه المبادرة غير مرحبة بها واضف أنه بالفترة المقبلة ستظر أهداف ومقاصد لمبادرة لملمة البيت السنية وستكون هناك اجتماعات لمناقشة فحو المبادرة وبعد ذلك سيكون لرئيس حزب تقدم محمد حلبوسي قرارا وموقفا رسميا بخصوص هذه المبادرة